بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم شاهد عبدو مع التقرير التقن الاسبوعي المقدم من شركة point trader group هنبدأ كالعدم اليورو مقاولة دولار امريكي على فاصل الزمن اليومي نلاحظ ان نزوج بتداول اسفل مستويات مقاومة قوية سلية اه واحد فاصل تراثاشر تمانية وسبعين طبعا استعمال تداول اسفل هذا مستوى ممكن يدفع الغبوط مبدئا بين الي مستوى واحد فاصل اتناشر كمستعدة في اول ومنه الى حضاشر خمسين ان شاء الله تعالى ولكن مالك نتجده وطبعا ما قلنا سيبقى مشروط باستعمت للتداول اسفل مستوى الترباشر اه تمانية وسبعين وفي حالة اختراقه سعودا ده ممكن يدفعو الى الاربع عشر تمانية وثلاثين ننتقل بعد كده الا الاسترليني على اليومح لان هو بيتداول اسفل مستوى مقام قوي سبع وعشرين اتنين وثلاثين وبدأ ان هو يظهر اشارات سلبية يعني لو الاغلاق بتاع النهاردة كان سلبي بالمنظر ده كده ان دي عبارة عن شمعة او نموذج الابتلاء البيع ده معناه ان هو ممكن يستكمل هبوط مبنائيا الى مستوى ستة وعشرين ومنه الى مستوى الخمسة وعشرين ان شاء الله تعالى ولكن الكم ده حيبق مشروط باستمرات تداول اسفل سبع وعشرين خمسة وتعالى ننتقل بعد كده الكندي على الاربع ساعات نلاحظ استمرات تداول اعلى مستوى دعمة قوية تاة وتلاتين اه تمانية وخمسين وثلاثة تلاتين عشرين فبالتالي ممكن ده هيدفع الزوج للصعود الى مستوى الخمسة وتلاتين خمسين ان شاء الله تعالى ولكن زي ما قلنا الكلام ده حيبقى مشروط باستمرات تداول اعلى تاة وتلاتين ستة اخيرا مع الذهب على الفاصل الزمن اليوم يتداول اعلى مستويات دعمة قوية 1681-1680 تقريبا ده ممكن يدفع للصعود الى مستوى 1720-1725 ان شاء الله تعالى طبعا مشروط باستمارة تداول اعلى 1680 اتمنى يكون التحليل واضح وتبنيتي بالتوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله